بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله كانت في رسالة صوتية انتشرت بشكل كبير بتدعو الطلاب طلاب أولى سنوي انهم يخشوش على الامتحان او منصة الامتحان بحيث الوزارة تلغي الامتحانات اللي هي بتاعة نهاية التعب تعاني نشوف مع بعض رد وزير التربية والتعليم على الموضوع ده كان ايه بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للبيت وزير التربية والتعليم موجه رسالة مهمة جدا لأولياء الأمور والطلاب خاصة الصفين اللي هو أولى سنوي وتانية سنوي قال ان مصر كانت من الدول الرائدة اللي استكملت التعليم من خلال التعلم عن بعض من خلال المرصات التعليمية وقال طبعا احنا شفنا محاولات مؤسفة من اللي هما بيحاولوا يحافظوا على المصالح المادية من النظام القديم وبيحردوا الطلاب ان هما ما يدخلوش الامتحانات عايز اوضح ان هؤلاء عايزين يستنزفوا أموال أولياء الأمور وفي نفس الوقت عايزين يدمروا تعليم الأبناء ده كان كلام وزير التربية والتعليم ردا على الرسالة الصوتية وأكد برضو قال انني على ثقة تامة في معلمين مصر الأجل له وعلى ثقة تامة من فطنة أولياء الأمور وزكاء الطلاب وقال بقى فيه هنا عواقب للموضوع ده الأول حاجة هيتم فصل أي موظف في وزارة التربية والتعليم لو سبت عليه تهمة التحريد وهيحاسب قانوني وأكد ان الوزارة هتبقى عارفة إذا كان دخول الطالب أو عدم دخوله للمنصة ده كان لأسباب فنية ولا كانت ادعاءات من الطالب وأكد برضو ان الوزارة التربية والتعليم هتعقد امتحانات الترمي التاني إلكترونيا في معادها في شهر 5 ومش هتستبدل الامتحانات مش هتستبدلها بأبحاث الطالب اللي مش هيدخل على منصة الامتحان ويمتحن هيدخل دور تاني في شهر 9 الطالب بقى اللي مش هيدخل الامتحان وهينزل في الدور التاني هيعيد السابق هذا كان رد وزير التربية والتعليم شاركونا بقراءكم في التعليقات شكرا لحضرتكم والسلام عليكم